في تدمر بريف حمص فككت الجهات المختصة 16 عبوة ناسفة اوزانها تتراوح بين 20 و 40 كيلو جرام بعضها مزود بجهاز تحكم لاسلكي موضوع في اعلى ابراج التوتر لزيادة مدى الاستقبال في التفجير عن بعد وذكر مصدر مسؤول في محافظة حمص ان العبوات كانت موضوعة عند مفرق حجار طريق تدمر حمص وبعضها مزود بمواد شديدة الانفجار وفي درعا قامت الجهة المختصة باستهداف اوكار الارهابيين في قرى زحم الجولان والشبرق وقتلت و جرحت عدد منهم كما استهدفت قواتهم من وحداتنا الباسلة عصابة ارهابية مسلحة مما يسمى جبهة النصر في الغرية الشرقية ووقعت افرادها بين قتيل وجريح كما تصدت لهجوم عصابات ارهابية مسلحة في نوى وكبدتهم خسائر فادحة وفي عين ذكر تصدت قواتنا الباسلة لهجوم عصابات ارهابية مسلحة واوقعت في صفوفهم قتلى وجرحة ورف منهم زياد الظاهر في راس الخرسان حمزة عيسى ابو عزة كما تصدت وحداتنا الباسلة لهجوم عصابة ارهابية مسلحة في دير العدس وقتلت خمسة ارهابيين بينهم اثنان سعوديان واستولت على اسلحتهم وفي منطقة عين عفا على طريق دير عدس كناكر قضت وحدة من جيشنا الباسل على افراد مجموعة ارهابية مسلحة وصادرت اسلحة وذخيرة وبطاقات شخصية ووثائق مزورة وكميات كبيرة من الليرات السورية والريالات السعودية واجهزة اتصال وتفجير وادوات طبية كانت بحوزتهم وعرف من الارهابيين زهير احمد الصالحان ياسر محمد علوية محمد عبد الرزاق غنيم وفي حلب قضت القوات المدافعة عن السجن المركزي في ريف حلب الشمالي على تجمعات ارهابية عدة تابعة لجبهة النصرة في الشيخ نجار وحريتان دمرت خلالها اثنتين عشرة سيارة بما فيها من اسلحة وارهابيين وذخيرة وقضت على تجمع للارهابيين عند مبنى الزراعة وفي الريف الجنوبي دمرت وحدات من قواتنا خمس سيارات محملة بالاسلحة والذخيرة والارهابيين جنوبية خان العسل وفي مطار منغ العسكري قضت وحدات من قواتنا الباسلة بضربات استباقية على تجمعات للارهابيين في قريتي ماير ومنغ ودمرت عددا من الياتهم المزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة وفي مدينة حلب احبطت وحدة من قواتنا الباسلة محاولة تسلل لعصابة ارهابية كانت تحاول التسلل الى المناطق الامنة في كرم الجبل ما اسفر عن مقتل خمسة عشر ارهابيا ومصادرة اسلحتهم